يعني لما الأمور اشتغلت على الوسائل التواصل الاجتماعي وتحولت هذه الأكذوبة أو هذه النتوء الكاذبة إلى مجال لتداول داخل وسائل التواصل الاجتماعي الفريق مهب مميش بأكد بشكل قاطع بأن حركة الملاحة في قناة السويس بتسير بشكل طبيعي دون أي معوقات وأوضح الفريق مهب مميش أن في سفينة من ملطة ملطية الجنسية رفع العالم ملطة تعرضت لعطل مفاجئ في السويس فجر أمس وهي تمر في قافلة مقبلة من الشمال إلى جنوب الرجال هي القناة السويس قاموا بإنقاذ الموقف وجرت تعامل مع السفينة التي جنحت وابعدها بواسطة طمن قاطرات تابعة للهيئة في سواني يبقى عندي اللي بيحصل في كل ممرات ملاحية في العالم بيحصل عملية أعطاله وتشحط مركب وخلافه العبرة بأن القائمين على إدارة الممر سرعة تتدخل اللي عندنا في القناة بسم الله ما شاء الله القاطرات والناس المرشدين الملاحيين أعرق وأعظم إدارة لمؤسسة بتتعامل مع العالم الخارجي هي هي القناة السويس يعني اللي بيحاول يشوه بيختار عارف بيشوه إيه إمتى علشان يحقق إيه تاني هيئة قناة السويس اللي كانت بتشهد وشاهدة على عظمة واستقلال القرار المصري عندما وقف الرئيس جمال عبد الناصر وقال قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس شركة مساهمة مصرية هي الشركة دي هي الهيئة دي للفريق مهاب على رأسها الآن هذه الهيئة اللي شاهدت تاريخ مصر وشاهدت تحديات الدولة المصرية هذه الهيئة أراد هؤلاء إنهم يهيلوا الطراب على تجربة رائدة في الإدارة على أعظم ما تكون أنظمة الإدارة في العالم في هيئة قناة السويس وتلاقي محاولة للتشويه هنا محاولة للكلام هناك محاولة للتنابز هنا وهناك إحنا عايزين نصحى ونعرف كل يوم إيه الشائعات المقصودة